السلام عليكم عزي فلا ونقودنا في الجزائر هذي انا فيديو نكون سعرنا الخطاب اليوم اللي لقهتها القيد صالح في محتواه يعني انه هو الحاكم الاصلي الان قالها صراحة يعني حتى قال فيما يخص الناس اللي طالبين يكونوا حكمة مدني يعني هما غالطين يعني كل الشعب 40 مليون انسان تخرج له كل كل اسبوع غالطين هو اللي عنده الحق يعني هو اللي يعرف ماذا يعني الجزائر تستاهله انه يعني هو المحق والشعب كله غلطان لكن هنا يثبت انه انه انسان انسان طاغي انسان عنصري انسان جاهل لا يستطيع حتى التحكم في المؤسسة العسكرية بين التسربات والهروب الجنرالات وهذه يرجع محل مملكة عسكرية بعد ما كانت مملكة بوتفليقية بغير جحها مملكة عسكرية قايدية هذا هو المقصود منه وانه هذا الهزار اللي راه يقوم به به بهذا الناس اللي يجيبهم النداوي وهذو معروفين انهم تبع البوتفليقيين وتبع اشترهم بطريقتهم لكن الناس الاحرار كلهم ما شاركوش في هذا الندوات يا اما هما في السجون لا تتحاور تحاور مع طالب الإبراهيم مع بن بيتور ما بورقع هذو الناس اللي المفروض تتحاور مع الملكين تتحاور انت مع ناسك بيتحطنا ديرنا مملكة عسكرية ديكتاتيو بصحب هي صعب لانها ترقع مملكة عسكرية بتاعك وتواحد جهل هذي المصيبة فيها جهل هنا لازم هنا الشعب يرفع شعارات 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 بالإنجليزية خاصة بالإنجليزية لان داخلين على تغيير وهذا التغيير لازم العالم يشوفه لازم يظهر هذا الإنسان على حقيقته تحطوا شعارات مثلا نحطوا حاجات تكون هكا عندكم ليجان فما يعرفوا دوروا هذي الشعارات لان هو خارج الشرعية بنصالح لست بشرعين الآن انتهت صلاحياتك كما تكون صالح وبعدين تخلص الصلاحيات خلصت البارحة يوم تسعة خلصت لازم هذي الشعارات يكونوا قويين وخلوكم سلمية قد ما تقدروا وتصعيد يكون تدريجين حتى لازم يخرج هذا الإنسان من الطاغي من الحك لأنه أراد الحك حتى دان نفس الجرآ أنه يطرد قنصل في فرنسا في مرسايا على أساس وهو يظن أنه يعني صرح أو أخرج المعلومة أن أبنائه كلهم لهم جنسيات فرنسية وذلك هذا اللي يعني يبين حين تدوم لأنه طاغية طاغية ولا يرحم للمجاهدين الصحاح الأحقق اللي ممكن يثبتوا ويواجهوا في وجهة يقول أنتا حركي والجماعة تحرك لكن ما ينجمش يخليهم برا على الأساس حرية التعبير لا تساعد لا تساعد قال الشعب الجزائري هنا لا يساعد هذا الإنسان هذا الجهل هذا ما أريد أن أقول أخوتي في هذا الفيديو السريع لأنه المفروض لا يحق له يتكلم بنيومه وصاعدا لا يتكلمش لأنه كل حكام في الجزائر سقط السلطة ترجع للشعب والشعب والمادة السبعة والثمانية هي اللي تطبق لأنها دائما ترجع للشعب لما لا تكون الدائساتية لما لا تكون قوانين الشعب هو اللي يحكم هو اللي يتنظم هو اللي يحكم في نفسه هو اللي ينظم نفسه هو اللي يقيم الانتخابات هذا ما له صلاحية تتكلم خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم